مشاهدينة الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا تفضل يا دين شكرا لكي منا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية نميبيا بياموشي لينجا وذلك خلال زيارتي إلى توكيو للمشاركة في أعمال مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التكاد وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز التنصيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية ودفع جهود التكامل والاندماج القاري لتحقيق مصالح الدول الإفريقية وتنفيذ أولويات العمل الإفريقي المشترك من جانبه أشهد وزير العلاقات الدولية والتعاون لينجا بيبيا بالدور الريادي الكبير الذي تقوم به مصر على الساحتين الإفريقية والدولية معربا عن اهتمام بلاده بالتعاون الفني وتبادل الخبرات مع مصر في مجال الهايدروجين الأخضر أعلن حزب الله اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادية الكبير بالحزب فؤاد شكر في غارة جوية على الضحية الجنوبية لبيرون الريادي وعلن الحزب أنه فيها قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيلية حيث تم إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى مصيرات على شمال إسرائيل هذا وقد دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسمع دوي انفجارات حول عدة مناطق حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية صواريخ قادمة من جنوب لبنان في حين أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد وفي هدون ذلك نقل أعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع قوله أنه تم الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو عن اجتماع للمجلس الوزرية المصغر صباح اليوم بعد التصعيد على الجبهة مع جنوب لبنان استشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 18 ووالدتها وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كشف عن ضمار واسع في المباني السكنية والممتلكات وتركز الضمار الكبير في منطقة مدينة حمد السكنية حيث دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجا بالأرض وفقا لشهود عيانا قالت منظمة الصحة العالمية أن ألاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة نحو خمسة عشر ألف طفل بسوء التغذية وأوضحت المنظمة في بيان أن من بين هؤلاء الأطفال ثلاثة ألاف ومائتين وثمانية وثمانين طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد وذلك بعد فحص نحو مائتين وأربعين ألف طفل في قطاع منذ بداية العام الحالي مشيرة إلى أنها تدعم أربعة مرافق تعمل في مجال ألاجات التغذية ومنها مركز في مستشفى الشهيد كمال عضوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع نظمة الجاليات الفلسطينية في ولاية بريمين الألمانية مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العضوان ومجازر احتلال إسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين ورفع المشاركون في المسيرة صورا لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والعلم الفلسطيني واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل يشتبه في محاولة إشعال النار في كنيس يهودي في مدينة لاجراند موت بجنوب البلاد من جهته قال الرئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال أن نحو 200 الشرطي شاركوا في تعقب المشتبه به مضيفا أن المهاجم أشعل النار في عدة أبواب الكنيس وعدة سيارات قريبة وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو قد وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي وتم تكليف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الواقع الانتسيميات التي تشعر هذا المتابع في الواقع المتابع ختم ومجزئة التسعة فاصل ونعود لحضرتكم لإستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر